الحديدة سيتم تسليمها وفقاً للقرار الدولي ساعات قليلة تفصل سكان مدينة الحديدة عن بدء سريان وقف إطلاق النار منتصف الليلة الثلاثاء السابع عشر من ديسمبر يترقب اليمنيون والعالم نجاح هذا الحدث الذي يقضي بوقف إطلاق النار يعقبه انسحاب الميليشيا من الميناء على أن يتم إدارته من قبل سلطات هيئة موانئ البحر الأحمر حاول الطرف الانقلابي أن يخرجه بطريقة تريح أتباعه بأن لا يبدو الأمر كأنه انسحاب وخرج نهائي من المدينة وترك الموانئ الاتفاق يتحدث عن تقريباً 24 يوم خلالها في الأربع الأيام الأولى تنسحب كل الميليشيات الحوثية وكل المشرفين من الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصريف رسعيسة ورغم الجدل الذي أثير حول آلية الإخلاء هذه وتوقيتها وطبيعة القوات الأمنية وتفاهمات كثيرة تظل محمل تأويلات مختلفة من كلا الطرفين إلا أن الأمر لا يخلو من حالة ترقب لما قد ستسفر عنه الساعات القادمة المبعوث الأممي كان قد دعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بمقتضى نص اتفاق ستوكهولم خالد اليماني رئيس الوفد التفاوضي عن جانب الشرعية كان قد أبدى تحفظات حول إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الذي وجه نقداً للشرعية وقفز على العديد من التفاهمات متجاهلاً تجاوزات وفد الحوثيين الذي رفض الورقة الاقتصادية ومبادرة فتح مطار صنعاء غير أن تكاهنات كثيرة تشير إلى ضعف نجاح هذه المحاولة نتيجة ما عرف عن ميليشيات الحوثي بإخلالها الدائم بالاتفاقات والمعاهدات لكن ذلك لم يقطع الآمال كلياً إذ تقول منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة تعلم أن ذلك قد يشكل نقطة تحول في اليمن ويمكن أن يكون الخطوة الأولى في الطريق إلى السلام وما يأمله اليمنيون كثيراً هو أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإنهاء أربعة أعوام من الحرب في الساعات الماضية كان شرق مدينة الحديدة قد شهد معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وسادت في أوساط السكان حالة من الرعب منظمة أطباء بلا حدود أبدت مخاوفها حيال استمرار القتال في مدينة الحديدة وقالت إن فرقها تواصل على الأرض علاج المصابين من العيارات النارية والقصف والغارات الجوية اشتباكات ومواجهات اللحظة الأخيرة حملت معها مخاوف كثيرة قد تعيد الأمور إلى مربع الصفر اشتركوا في القناة